ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله ورؤساء الجهات بمختلف ربع المملكة كانوا قد توصلوا بدوريات من طرف عمال الأقاليم وولاة الجهات حول تدبير حضيرة السيارات ويعرف استعمال سيارة الدولة فوضى عارمة من خلال استغلالها من طرف مسؤولين خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية بل والصفار بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة التي تؤدي مصارف الوقود والصيانة مصالح وزارة الداخلية أكدت على منع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع كما دعت الدورية إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك بالإضافة لاعتماد أليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارة الجماعة ومسك ضفتر خاص بشكل دقيق ومضبوط يحدد بوضوح عدد الكيلومترات المسجلة بالعداد وكذا كمية الوقود المستهلكة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية